اشتركوا في القناة تقديم خدمات صحية متميزة لأهالي مدينة خليفة واستمع سمو المحافظ خلال الزيارة لإجازة من المهندسة مريم عبدالله أمين مدير إدارة المشاريع للبناء بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول مراحل إنجاز مشروع مركز مدينة خليفة الصحية بالإضافة إلى جولة داخل أرويقة المركز للاطلاع على ما اجتمل عليه من أقسام ومرافق وأكد سمو المحافظة على المتابعة المستمرة التي تقوم بها المحافظة الجنوبية للاطلاع على سير العمل في المشاريع التنموية الكبرى ومواكبة التوسع العمراني والتطور الخدمي في مدينة خليفة وذلك عبر سلسلة الزيارات الميدانية والاجتماعية التنسيقية التي يتم فيها السعراض ومتابعة كل ما يلبي احتياجات الأهالي وذلك تحقيقا للصورة الحضارية التي يتطلع لها الأهالي في كافة المرافق العامة في مدينة خليفة وثمن سمو المحافظة الجنوبية التعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة لتنفيذ مثل هذه المشاريع الخدمية المتطورة التي تلبي احتياجات المواطنيين في مدينة خليفة وبقية مناطق المحافظة الجنوبية كما اختتمت الزيارة بلقاء سمو محافظة المحافظة الجنوبية بعدد من أهالي المنطقة للإسماع لآرائهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم في مختلف الأصعدة الأمنية والخدمية والتنموية مبينا سمو أهمية هذه الزيارات والتي تعكس الروابط الاجتماعية الراسخة ومدى قرب وتواصل المحافظة الجنوبية مع جميع الأهالي